بعد التشديدات الاحترازية التي دخلت إلى حيز التنفيذ منذ ليلة أمس وتصعيد الإغلاق الكامل على كافة البلدات والمدن بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا بدأت الشرطة الإسرائيلية بتكثيف انتشارها وإقامة حواجز على بعض البلدات تطبيقاً لقرارات الحكومة الإسرائيلية التي تنص على الخروج فقط في حالات الطوارئ قاوني بحالة الطوارئ أنه تكون شرطة وجنود في الشوارع العربية فأنا توجهت أنه بدون الجنود في الشوارع العربية بيكون حساس ففقط بكونوا شرطة في الشوارع العربية وهذا الإشي اللي بدنا نتوجه للمواطن أنه إحنا بد المواطن يفهمنا أحسن من أن نروح لنمط المخالفات ما بدنا نمط المخالفات بدنا المواطن يتفاهم فأنا بأتوجه لكل المواطنين وأنا ببلغش إذا بحكي إنه إحنا موجودين في فترة حرب ضد عدو اللي لحد يتأسى من الصعوبة ننتصر عليه بننتصر عليه بشرط واحد وحيد نقوم بكل التعليمات اللي نمطيها للمواطن ويهوم بيها لاجتماعات الزايدة بلاش تكون قيود فرضتها الحكومة الإسرائيلية بدأ تنفيذها بدعم من المجالس والبلديات العربية والشرطة بهدف فرض حظر التجول وإلزام المواطنين بالبقاء في بيوتهم وإغلاق كافة المحالة غير الحيوية والالتزام بالتعليمات بهدف الحد من انتشار الفيروس وتفشي لجنة المتابعة مع السلطات المحلية اللي هو أول بأول إحنا بنوخد كمان من لجنة المتابعة كل المجالس والبلديات عنا في قروب لكل المجالس والبلديات وطبعاً منستقل معلومات منهن والتوجهات اللي هي إذا إحنا ما وصلتناش مباشرة توصلنا منهن من اللجنة القطرية ومن لجنة المتابعة هذا هو التنسيق اللي مع كل المجالس في الداخل يعني بيكون إحنا الهدف تبعنا أنه المواطنين يكون عندهم الطاعة الشخصية ففيش عنا هدف أنه نحط على كل بيت شرطي أنه يحرصوا بدنا البيت يحرص حاله البيت يهتم يظلوا بالبيت بقائهم في البيوت محافظة على حياتهم انتشار سريع ومخيف لفيروس الكورونا وصل بتسجيل ثمان حالات وفاة في البلاد حتى اللحظة حول الشوارع إلى فارغة من المواطنين الذين يلتزمون بالتقييدات التي من المتوقع أن تتصاعد إذا ما استمر الفيروس بالانتشار بهذا الشكل المرعب